يعلم بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونورني في هذه الفقرة وجهة مصرية مشرفة جدا شاب مصري حقيقي مشرفة جدا دايما نتحدث عن اللعبين الموهوبين أسماء الكبيرة اللي راحت احترفت في أوروبا أسماء اللعبت في أوروبا زي محمد صلاح ومحمد قبل مراز محمد صلاح ومحمد النني جيلو كابلعب معاهم يعني فيه أرنقر العرب شرفني ونورني في هذه الفقرة حسين مهدي هو مدير تطوير الكرة بنادي سوفتة الهولندي نفهم الحكاية إيه عشان شكلها حكاية حلو قوي حسين مناور الدنيا نورك فسكريم أنا مصود جدا جدا طبعا أنا موجود معاك دا شرف ليا دا شرف ليا دا شرف كبير ليا الحكاية بقى من الأول للآخر بدأت ازاي ووصلت للمرحلة دي ازاي طبعا بالنسبة لي كانت أنا كنت لعب كرة الأول في مصر بدأت من بدري جدا في نادي معوين العرب لحد نادي زمالك وبعد كده نادي الشمس من انتاجة حربي فريق أول وبعد كده يعني اعتزلت بدري جدا وكررت ان انا ادخل اعتزلت ان انت إصابة إصابة وأنا قررت طبعا ان انا ادخل في التدريب من بدري جدا بدأت هنا في أتلتكو مدريد في مصر لمدة تقريبا أكدماية أكدماية لمدة تقريبا ثلاث سنين اتعلمتها كتير جدا وبعد كده قررت بقى ان انا أسافر برة وأبدأ أركز على نفسي جدا وادرس والحاجات دي كلها فخدت قرر من بدري جدا وده خلاني طبعا ساعدني ان انا قابل لنفسي خطة واتموح وبدأت الموضوع من هنا بدأت سافرت امتى وانت عندك كم سنة كان عندك 25 سنة اني لديك عندك 25 سنة انا حمل الكلم من 6 سنين طريبا المشهور بدأ ازاي لوح تخذت رخصة انا عايف انت معك ويفا بي و سي صح كده بدأت ازاي ايه الخطة الاولى سافرت فين اول مرة انا اول حاجة كان في نادي اسمه ديفي اس في هولندا كان قريب من البيت اللي انا فيه فكنت بحاول ان انا اروح هناك كده كل يوم احاول اسأل الناس ان انا اخذ فورصة اه عندك شغل اه يعني في الدفع ريولي على حاجة عندك شغل يعني فيه اي شغل في اي حاجة فطبعا هما كان من غير لايسنس ما ينفعش اشتغل فقعدت احاول ان انا قالهم ان انا يعني ده طموحي وده هدفي وانا بجد عاوز وانا عندي اكسبرينس في مصر بزبط في الحاجات دي ففي الاخر كرروا ان هما يحطيني اسيستنت كوتش رقم 3 في تيم 18 سنة مش فده كان من لسيبالي خطوة كويسة جدا هيل بعدها ست شهور كرروا يعملوا لي كورس عشان شافوا ان انا مهتم ومتزم بالتمرين واجي في معادي فمن هنا بدأت بقى ان انا حلاص اركز في التدريب فعلا اني بدأت خدت الاول دي اللي هي قبل تلسي وبعد كده خدت تلسي وانتقالت نادي تاني تحت 14 وروحت نادي تاني بعدها 15 16 17 لحد ما تدركت بقى كل فرق الناشئين في هولندا يعني هيل لحد ما مصادت المنصب اللي انا فيه دي الوقت اللي هو مدير التطوير اللي هو منصب عموما جديد او حديث على الكورة بدأ طريبا من سنة او سنة ونص يعني ايه بقى يعني ايه مدير التطوير الاتحاد الهولندي قال لكل نادي النازم اجباري كل نادي كون عنده مدير تطوير مسؤول عن النادي بشكل عام عن البروجرامز بتاع التدريب عن اللاعبين عن المدربين بحيث انك دايما هو ده اللينك بين الاتحاد الهولندي وكل اللاعبزalin اللي بتيحصل على الاتحاد الهولندي مع النادي هيل فضا انا الواصل اللي بين اتحاد النادي ان بيجولي من خلديك كل اللي ما رابلك يجاي لي وانا ببدأ اتناقش بقى مع النادي ازاي نطور النادي بالشكل اللي اتحاد الهولندي يعاوزوه هيل طيب انت كيب تبديها عن التدريب بس أنا موجود طبعا لأن أنا بشوف كل المدربين دائما على يعني بكون تكت مباشرة مع كل المدربين بس أنا طبعا مش بدي التمرين بنفسي السؤال أنت البلان بتاعتك إيه بتشتغل ده يعتبر شغلي إداري أكتر منه فني لا فني 100% فني 100% فني 100% لأن أنا كل شغلي فني يعني أنا بركز مع مدرب مع اللعيب فأنا بتابع تطوير في النادي فنيا ليس إداريا أنت التسلسل الطبيعي باللي أنت بتقوله دوت أنا شايف مدرب مصري موجود في أوروبا بالضبط يعني أنت تدرب فريق بالضبط وإنت أكيد تموح أتصور يعني مش عارف إنت اللي هتقول لي تموحك أنك تدرب فريق مثلا في الدرجة الأولى في مولندا في أوروبا أكيد طبعا صح أول مرحبا أنا جنبه أنا بعمل تحت مطار السنة السنة الجاية فأنا جنب شغلي في النادي أنا برضو هيد كوتش لتحت مطار السنة في النادي فأنا بعمل كمدير فني بس كمان بعمل في النادي حتى التطوير دي ممتاز فأنا فول تايم يعني موجود في النادي تقليل ممتاز السؤال دايما ودايما لما بنشوف حاجة مشرفة زي حالتك كده نقعد نسأل هو إحنا ليه في مصر ما عندناش تطور كبير في موضوع قطاعات الناشئين تحديدا أنا أمي أكلمك على الكرون المصري بشكل عام وأكبر الموضوع بس قطاعات الناشئين إيه الكسور اللي عندنا إنت عشت هنا في قطاعات الناشئين وعشت في هونان دا في قطاعات الناشئين إيه الفرق الكبير ده ليه الفرق الكبير ده موجود خلينا نبدأ على الأول من اللعب اللعب عموما نقصوا حاجة كتير جدا في السنة الصغيرة نقصوا تدريبات معينة تخليه لعب كويس فكده اللعب عنده مشكلة المدرب كمان ما عندهش معلومات كفاية أو معلومات أو يعني أبضيت كافي إنه هو يطور اللعب بشكل مستمر النادي نفسه كمان ما بشوفش إن النادي في مصر بيبزل مجهوب كبير إنه هو يخلي فيه قطاع ناشئين محترم وفيه مدربين كتير موجودة في النادي ومدربين بلايسنس برخص مش اللي هو مدرب مجرد إنه لعب معتزل فيبقى مدرب في قطاع الناشئين ما ينفعش لأنه أديك مثلا بسيط يعني فانست الروي نجم منتخب هولندا طبعا ده قاعد خمس سنين في البيس فيه بيدرب من 17 سنة حد 19 سنة ودلوقتي يقول هيد كوتش وده نجم منتخب هولندا رؤول جونزالز تلوقتي بيتدرب فيه 17 سنة في ريال مدريد بالزبط فهو أساطير ريال مدريد طبعا فهو في الآخر فيه خطوات لازم تتبعها كمدرب ما ينفعش في يوم وليلة تكون مدرب أو تاخد منصب مهم في النادي وإنت لسه مش على ذراية كاملة فأعتقد النادي هو بيقوله ده المهم إنه هو يختار الشخص في الوقت المناسب بحيث إنه كمان ما يحرقش الشخص ده مش لازم كل حاجة تكون بسرعة بس لازم كل حاجة تكون بهدوء وبخطة يعني من خلال النادي طيب أنا كنت بقولي النهاردة في المقدمة وكماعية محمد وراء ومدير المنتخب كمان فكرة إنه وإحنا بنسمع الكلام ده وأعتقد من قول مبدأة كرة تسمعه برضا إمتى يبقى عندنا لعبين محترفين كتير في أوروبا إلي نقصنا إحنا كلعبين أو تكوين لعيب أو تأسيس لعيب عشان يبقى موجود في أوروبا يبقى عندنا عدد كبير من اللاعبين موجودين في أوروبا وحنا نرى رعيبة موجودين في أوروبا وليل وليل اللي هما بجنسية يعني أه دي كسة تانية الجنسية مجدوقة بس إحنا عشان نودي لعيب من مصر عيد بلد أوروبية فيه روز بتحكم الموضوع ده تحت 18 مش مسموح أصلاً أصلاً في مصر هنا؟ من الفيفا أه فلازم عشان تجيب لعيب من بره أتحاد الأوروبي لازم تضمن إنه هو هيبقى عنده مدرسة كويسة تعليم كويس وحاجات دي كلها بدأت تبقى قوانين من الاتحاد الدولي فهتلاقي بس أنداية كبيرة هي اللي بتعمل كده فبقت القاعدة أقل ربا أنك تبقى فيه لعيبة محترفين من بره الأتحاد الأوروبي هم عايزين يدو فرصة أكتر للعيبة اللي من الاتحاد الأوروبي فعشان تبقى لعيب عاوز تحترف بلازم تبقى لعيب مميز جداً 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 هل إحنا عندنا في مصر القماشة اللي هي تبقى قادرة تحترف من سنة صغير جداً وإن النادي بره في أوروبا يعمل إنفست في لعب عنده 15 سنة ويحط فيه رقم كبير جداً ويصرف عليه ويعلمه عندنا ولا لا؟ عندنا بس عندنا المشكلة في المنتالي بتاعت اللاعب المصري لما بيسافر بره فأنا حصلي موقف فأنا بحاول أساعد دائماً للملدي ياخدوا فرصة في أوروبا فجالي كام لعب كده خد فرصة في كام نادي اللي كان أول حاجة بتقابلني إن الولد مهتز نفسياً جداً بشكل غير طبيعي يعني الولد دائماً مركز مع بابا مركز أنا كنت وحش النهاردة ولا مشكلة معدو السكة في نفسه مفيس سكة في نفسه بسبب إن فيه رأي كتير جداً حوالي الولد الولد مش هو المدرب بالنسبة له هو أهم حد لأداب والده أهم حد لازم يرضي والده ووالدته وصحابه ففيه فيه ضغطات كتير كبيرة جداً على الولد الكواليت بتاع العيبة كويسة بس تاكتكل كمان يعني تاكتكل في الملعب أو تاكتكلياً في الملعب نقصين جداً عشان المدربين اللي بيدربوهم مش مؤهلين مش مؤهلين فتيجي تلاقي الولد مش فاهم واجبات بتاعته في الملعب وهو عنده 15-16 سنة بسبب إن احنا بنبدأ كمان هنا متأخر جداً في 11 ضد 11 بنبدأ 14-15 سنة فتلاقي الولد نقصه كتير جداً على عكس اللعيب الأوروبي اللي بيبدأ 13 سنة أو 12 سنة فعنده من 12-15 سنة هي أصلاً سن التطوير في السنة يقولك عندنا هنا في مصر تسمع طبعاً الجملة دي على طول إنه اللعب اللي عنده 22-23-20 سنة بلونه عليه لعب ناشئ ما دي أكبر غلطة طبعاً لأنه هو خلاص ما فيش عموماً لعب ناشئ وفيه كدرات لو أنت عندك الكدرات كلعب إنك تقدر تمثل الفريق الأول في نديك فأنت لعب مميز عندك بقى 17-18-19 مش مشكلة مش مشكلة خلاص فالآخر ترجع الإمكانات اللعب وثقة المدرب أو النادي في اللعب ده صحيح كل عيب أموان هو مشروع للنادي إحنا في مصر نقصنا حت إن إحنا بنبني مشروع في اللعب أو بنحاول نعمل إنبست في اللعب ده اللي هو بعد 4-5 سنين يكون اللعب كبير مفيش اهتمام الاهتمام قليل جداً طيب إنت بقى إنت شخصياً طموحك إيه الفترة اللي جاية؟ إنت رسم لنفسك بلان عاملة إزاي؟ بتفكر في إيه المستقبلك؟ وإنت بدأت خطوات عظيمة جداً؟ أنا بالنسبة لي أنا دراسة أنا خلصت الـ Ohifa C والـ B وإن شاء الله السنة الجاية هدخل الـ Ohifa A وبعد كده البرو طبعاً بس إذا طبعاً يعني أنت عرف إتحاد الهولندي أو الفيفا بيفرض عليك كمدارب انك تعمل experience بين كل الليسنس ما دلوقتي محتاج سنة أعمل experience وبعد كده أروح للـ Ohifa A فطبعاً أنا في الخطة أنا شايف إن أنا باخد خطوات كويسة جداً في الجانب التدريبي وكمان في الشهادات لأني دي مهمة جدا من غيرها مش هعرف أشتغل ممتاز فأنا أطموحي إن أنا أبقى مدير فني في يوم من أيام في الدورة الهولندي سلام فده إن شاء الله أنا حاسي إن أنا في طريق الصح بس أنا لسه محتاجة أشتغل على نفسي أكتر هاي وأعتقد إن في مهم هنوصل للدورة لو في النص بقى حد يجي في مصر هنا أقلك همحتاجين أن نستفيد منك تعالى تدرب في مصر هنا هتقامل إيه لا مش هاجي مش هتيجي لا بسهل زي ما نقول اللعيبة يعني اللعيبة في النص كده يقولك لا أرجع بقى خلاص بلدي ده ما هو ده أنا مشيت من مصر بطموح كبير جدا لأن أنا عاوز أعمل حاجة أنا مشيت من مصر وأنا متضايق يعني العيب منبطل بذري مستعب الكرة خلص بسرعة جدا خلص بسرعة جدا فأنا قلت إن أعدت إن أنا نفسي إن أنا بجد لازم أعمل حاجة فأنا هرجع مصري وأنا برجاءات بذري جدا أنا عاوز أعمل حاجة أرجع مصر أفيد بلدي بيها لأ وأنت لما تبقى مدرب مثلا في الدولة الهولندي أنت كده فت مصر جدا طبعا تواجهة مشرفة عظيمة بالضبط فأنا نفسي يا ساعة بلدي ده طبعا شيء أكيد إنما رجوع في الوقت الحالي ده بالنسبة لي مش أهم حاجة هل فكرت تروح تقعد مع الناس في اتحاد الكرة أو حصلت بينك وبين أي حد في اتحاد الكرة أي تواصل تنقل خبراتك تقول لهم والله أنا شفت واحد اتنين تقلات أربعة ليه ما تعملوش هنا أتكلمت مع حد فرات الأندق يعني هل حصل تواصل مع أي مسؤولين الحقيقة لا أم حصلش أن تواصل بس أنا طبعا أحب أساعد جدا بلدي في أي حاجة في الحتة دي يا ريت أنا أستعد تماما إن أنا أقعد مع أي مسؤول وأدي أفكار وأحاول أساعد بس يعني لو هم الاتحاد أو المسؤولين مهتمين بحاجة زي كده أنا طبعا ياريت يهتموا ياريت ياريت ودي فرصة لو حد كمان شايفك ولو تسمع نصيحتي كمان أنا معرفش دي حصل بشخصيتك يعني لا ما فيش مشكلة أنا أرفع السماعة لحد أقول لك أنا أعجي أعود معاك عشان عندي حاجات عايزة أقولها لك وامشي يعني أنت مش محتاج منه حاجة لا خالص هتعرض في أفكارك فنأصد ممكن محدش مثلا يعرف حسام وتجربته العظيمة في هولندا فلا أكلمك أنا واروح لك أنا وأقول لك تعمل واحد اتنين مصلحة البلدي ومصلحة اللعيبة أو التطوير في مصر ده بنسبة لي شيء مهم جدا فأنا مستعد أعمل أي أي حاجة عشان حسام حقيقي أنت شرفتين نورتيني ربنا خير أنت مش عايز مش عارف أنا حجم السعادة اللي بتبقى عندي لما يبقى معايا الضيف عامل حاجة مشرفة ومحترمة خارج مصر دي بتبقى بالنسبة لي كبيرة جدا أنا أمم متأكد أن بالنسبة للسادة المشاهدين حاجة كبيرة جدا فعشان كده شرف كبير لنا توردك شكرا جدا شرف لها والله أنا كنت سعيد جدا أنا موجود معاك يعني ودائما متألق حبيبي حسام نورت الدنيا شكرا جزيلا